بسم الله إن الحمد لله الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شركة وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعده الحمد لله في هذا اليوم يوم سلساء بعد الفجر وَهِدْ وَإِسْرُونَ مِنْ شَهْرِ رَوْبِي إِسَّانِ أَلْفَرْبُمِيَهْ عَرْبَ وَعَرْبَعُونَ bertepatan dengan 14 November 2022 kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Al-Quran dari Tafsir Surat Al-Fatihah yang mana kita masuk kepada ayat yang terakhir غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَوْبَوْلِينَ maka غَيْرِي disini di Arabnya adalah Sifat ataupun Naab lalu Naab dari mana? dari لِلَّدِينَ سِرَطُّ لَدِينَ berarti Naab kepada اللَّدِينَ مَجْرُونَ مُغْفُونَ إِلَيْهِ maka dia غَيْرِ مَجْرُونَ karena Sifah dari Majhul dan Sifah یَقْبَ al-Mawsof أَوْنَعَبْ یَقْبَ al-Mana'ub maka man'udnya ismunusul الذي مَبْنِ إليه مجرور وعلى متجاريه قصر وليل مهبوب عليهم على حرفي جار دميرهم على قولي أو على قرآتي حفظ الاسم والوارس والكساري غيري مقه ها يزيني إعط مبني على القسر والميم للجمع ولكن الأخيران أحياء الحضرمي مقه بيرهم إعط نه هم مبني على الضم والميم للجمع في محال إجار اسم المجرور وَلَا أَضَلِّينَ فَوَا وَهُنَا حَرْفُ عَتُفْ غَيْرِ الْمَقْدُوْ وَلَا أَضَلِّينَ إِدَا أَضَلِّينَ مَقْتُفْ إِلَى الْمَقْدُوبِ وَالْمَقْدُوبِ مَجْرُونَ مُدَفْ إِلَيْهِ وَكَذَلِكَ أَضَلِّينَ أيضا مَجْرُونَ فَوَوْهُ حَرْفِ عَتْفِ مَبْنِي على الفَتْحِ لَا مَحَلَ لَهُ مِنَ الْإِعْرَبِ وَلَا لَا حَرْفٌ نَفِهُنَ مَبْنِي على السُّقُونَ مَبْنِي على سُّقُونَ مَبْنِي على الفَتْحِ مَبْنِي على اللَّهُ وَا خَلَسُ لِمَادَ لِأَنَا لَا مُيُجَدْ مَحَلْ فِي الْإِعْرَبِ وَكَدَلِكَ إِذَا وَكَدَلِكَ سَخْسُنُ أَلَا لِمَا فِي أَخْرَبْ وَلَا أَدَبْ وَلَا يَمْبَجِ أَنْ يَعِيشَ مَعَ الْإِنْسَانِ لِأَنَّ سِفَاتُهُ كَمَا الْحَيَوَانِ فَنَقُلْ لَمَا حَلَ لَهُ مِنَ الْإِعْرَبْ وَكَدَلِكَ أَبْدَلِكَ فَوَوْهَرْفِ عَقَفْ وَلَا لَنَافِيَةً كِلَهُمَا مَرْنِيَنْ حَرْفَانْ لَمَحَلَنْ لِلْإِعْرَبْ أَبْدَلِكَ إِذَا مَعْتُفْ عَلَى الْمَقْدُوبِ وَالَمَا تُجَرِهِ لِأَنَّهُوَ مَعْتُفْ عَلَى الْمَقْدُوبِ وَالْمَقْدُوبِ مَجْرُرُ مُضَفْ إِلَيْهِ إِذَا أَبْدَلِكَ إِذَا مَعْتُفْ عَلَى الْمَقْدُوبِ مَجْرُرُ وَالَمَتُجَرِهِ أَبْدَلِهُ الْمَقْدُوبِ وَوَيْرُ مَرْضُمِ عَلَيْهِمْ أَلَا كِرَأَتِمْ كِرَأَهْ بِالْقَسْرَهْ وَكِرَأَهْ بِظُمَّهْ وَلَا كِرَأَهْ بِظُمَّهْ كِرَأَهْ يَعْتُمْ عن وَكُرْأَهْ بِظُمَّهْ وَكَرَأَهْ بِظَمُدِ وَأَأَهْ بَظُمَّكَ نسمي وَكَرَأَهْ بِظُمَّ religions وَقَفْ كُبَدَنُونَ أَبَلِّينَ أَدَبُونَ كِرَوَرَةً يَعْبُونَ أَلْحَبْرَمِينَ مَقَا دِمَسُكْنَ كُبَدَانِهَا أَسَّكَتَ مَقَا دِبَجَا وَلَا وَلِّينَ مَقَدَ بَلَقِقْ اخطَدَكَ سَلْكِنَ سَلْكِنَ يَعْبِينَ هُوَارَةً وَلَا تَعِقْنِ وَالْحَبْنَ اَبْدَلِينَ وَلَا وَالْحَبْرِ وَلُهْنَ جمع مدعبك أرسالي Veronica مرفق دلل جمع مجرور دلل ومن ذلك لذلك كارنة كايدا مهد مarnosورة الحمد لله رب العالمين جلسي 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 بسم حاسرة لكارنة جلسي مدعبك أرسالي جلسي جلسي مدعبك أرسالي Kemudian Dari segi Tajuhid Maka telah sepakat أهل القرآن Bahwa dia adalah مَت لَازِم أَلْكَلِمِ مُثَعْقَل مَنَا مَت لَازِم مَت يَنْ هَرُسْ قَنْجَم لَازِم وَاجِم Panjangnya Al-khalimi مُثَعْقَل Al-khalimi Keluar dari situ adalah Al-harfi Seperti Alif لَاَم مِ Di sini Harfi مُثَعْقَل Karena ada لَام مِ لَام DELA مِ ماذا كenderون ماذا ك looking ماذا اعتервت ماذا كنا ماذا اعت miracدون انسي علTy علienciaه المسافل لماذا؟ لأنه سبت مع الرسول كان جديد يقول المسافل هنا سبت معرفة و الأسهل كان فالتح وأردت له جيدا dan dilazimkan untuk dibaca panjang مقام panjangnya 6 يَمُدُّسِيْتَ تَحَرَكَةً وَدَا فُنْ لِي disini حُكُمْنَا لَيْلَيْلَيْ مَتْعَرِيْتْ لِسُّكُونَ مَتْعَرِيْتْ لِسُكُونَ اسَلَّنَا يَجُوزْ حَرَكَةً يَجُوزْ أَلْبَعَةً وَيَجُوزْ أَلْبَعَةً أَلْبَعَةً أَلَحَسْبِ الْكِرَوَةً أَلَحَسْبِ مَحْقُبْ لَهُ إِدَا قَبْ لَهُ يَعْفِي بِأَرْبَعَةً فَأَدَلِكَ بِأَرْبَعَةً مَتَعَرَةً سِرَاطَ الْمُسْتَقِينَ سِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَيَجِوزْ أَلْبَعَةً أَلَحَسْبِ 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 سِرَاطَ الَّذِينَ أَلَحَسْبِ 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 في السكر بل إذا قرياء حركة سيران المستقيم قدالي عضالين هكذا الأخضر إذا كان الفلسان مدلازم قدالي موساقل في عضال هذا هو الطويل أمالين مدارد لسوقون على حسب قدل بمهاركتان أرباء حركة أو سيطة حركة وإذا كان من الحكم في تجويد وَيَلِي الْمَقْتُبِ عَلَيْهُمْ وَلَا قَالِينَ هَكَدَا كِرَاءَ هِيَقُمْ أَمَا كِرَاءَ حَفَز وَالْوَرْس وَالْكِسَارِ فَاكُلُّ سَوَا بِكَسْرَتِيْهَا عَلَيْهِمْ وَكَدَلِكَ بِسُقُلِي بُدُون وَلَا قَالِينَ بِدُنْ لِيْنَ كَمَنْ عَلَيْهِمْ وَمَا الْفَاِدَةَ مِنْ حَيْتُ فِي هِدَيَهَا عَلَدِينَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهَا فَاَدْلُ مَحْدٍ مِنَ اللَّهِ أَيْكُسْبِدَا النُوْءَ الْاوَلِ أَشْرَتِيْهِ إِلَا نِئْمَنَ فِي إِبَدَتِ اللَّهِ جَلَوْا عَلَا عَلَّذِينَ عَلَيْهِمْ dan juga faidah dari ayat ini terjadi pembagian manusia yang diberikan oleh Allah yang bertunjuk yang pertama قَسَمَا عَلَيْهِمْ هِدَيَهْ لِمَنْ لِهَا عُلَا عَلَذِي عَلَا عَلَيْهِمْ dan juga ditaksirkan عَلَا عَلَيْهِمْ بِأَقْوَالُ مِنَ السَّلْفِ قَيْبْنِ عَبَس بِمَعْنَا مُؤْمِنِينَ أو بِمَعْنَا حَلَا عَلَذِي dan juga